نتكلم عن التستر التجاري بحيث نوصل لكل من متستر أن يعدل أوضاعة وأنه يصلح أوضاعة ومهلو فترة ما يقارب نتكلم عن ستة شهور ومنتدت إلى تسعة شهور أن المتستر عليه أنه يحمي نفسه ويحمي حلالة على ما يقولون أثناء العمل اللي احنا اشتقلناها في الفترة السنة الماضية رصادنا نتكلم عن 52 مخالفة طبعا في منهم تحولوا للنيابة العامة طبعا هو الرغم أكبر من ذلك ولكن في بعض التواصل مع أصحاب الشأن يتم التعديل وفي ناس صلح أوضاعهم وفي شغلات تحولت إلى النيابة العامة وفي شغلات يعني ما زالت في الوزارة نتكلم عن عدد وغدرة اللي اتخذوا ضدهم إجراءات في النيابة من 32 يمكن رصدت عليهم المخالفة في من تبرأ اللي هو عد الوضع وفي من اللي تم مخالفته يمكن نتكلم عن أعداد نتكلم فوق السبعة أشخاص طبعا تخالفه وخذوا مخالفات مجزاءاتهم وفي نتكلم عن يمكن عدد وغدرة 22 إلى 21 ما زالت في أربقات المحاكم حقيقة العقاب اللي قد يمس المتستر متعب بالنسبة له وما يحس بمعاناته إلا لما ينوضع في هذا الوضع لذلك الوزارة دائما ترأف بحال جميع المواطنين والتجار بحيث أنها تلاحق وضعك اليوم الليوم احنا نتكلم عن خطة وضعناها السنة هذه راح تتغير الخطة راح تكون عندش في الحسابات عندش في عدة خطات عندنا ياها تكشف حتى يعني من دون أن تحرك احنا من الوزارة وراح يتم استدعاء العديد من المتسترين وعندنا أرقام وعندنا محلات نعرفها أن هي يعني عليها شبهة وللحين احنا ما زلنا نعطيهم المهل أنهم يعدون أوضاعهم الهدف ليس تضييق على حد كما في السر أو كالوزارة لها مآرب أخرى أقصد بالله نحنا نقصد اللي قاعدين نشوفه في المحاكم من ناس انظلموا وتظلموا اليوم بطريقة يعني نعرضت حتى بالتلوزيون ونعرضت حتى في السوشال ميديا اللي تضرروا وشافوا الأذى اللي حصل لهم من وراء هذا التستر اليوم أنت تحصل لك سبعين مئة دينار مئة وخمسين دينار ومعجر سجلك على عامل ما بيفيدك باتش اللي صارت أمام مئة مئات الألوف من دنانير اللي أنت ملزم فيها وإذا ما عندك عندك السجين يعني بيدفعون الثمن عائلتك وتدفع الثمن أنت كشخص ترجمة نانسي قنقر